اشتركوا في القناة التي تنعم بها المملكة كما أشهد سموه بالمساندة الدائمة للحكومة المواقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والخطوات الرائدة التي تتخذها الحكومة تجاه القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على نجاح استضافة دورة الألعاب المدرسية 2024 والذي عكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة وأكد سموه جاهزية مملكة البحرين لاستضافة دورتي الألعاب الأسيوية والعربية جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الأخير للعام 2024 للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس كما هنأ سموه وزارة شؤون الشباب على الإنجاز العربي إثر فوز برنامج لامع بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها جامعة الدول العربية وأشد سموه بمخرجات شبكة الأمل العالمية التي انطلقت من مملكة البحرين وأسهمت في خلق بيئة حاضنة وداعمة للشباب للاستفادة من إمكاناتهم كمورد أساسي في تحقيق التقدم والازدهار للدول وتابع المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤشرات قاعدة بيانات تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص والتي تشير إلى خلق المزيد من الفرص أمام الشباب وتسليط الضوء على أهمية المهارات التي يتمتع بها لتحقيق النمو الاقتصادي وتحفيزه لاستكشاف المسارات المهنية ومن جانبها استعرضت وزارة الصحة المشاريع الاستراتيجية ومبادرات القطاع الصحي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب والمؤشرات الصحية لفئة الشباب تحت شعار نمط حياة صحي التي تهدف إلى تحسين الصحة العمل الشباب وتعزيز أنماط الحياة الصحية وقد وجه سموه بتشكيل فريق عمل لدراسة البرامج الجديدة مع وزارة الصحة للتركيز على صحة الشباب ودعم هيئة الحركة بركة والهيئات الشبابية التي تساهم في التوعية الصحية للشباب وفيما يخص دعم فئة الشباب على الصعيد المهني استعرض صندوق العمل تمكين الفرص المقدمة للشباب بهدف تحسين نسب التوظيف عيث بيّن الصندوق زيادة بنسبة بلغت 33% في عدد المستفيدين من الشباب مقارنة بالعام الماضي فيما استعرضت وزارة الصناعة والتجارة الوضع الحالي للتجار من فئة الشباب وتم مناقشة تفاصيل السجلات التجارية حسب الملكية والجنس ونوع النشاط وبناء على التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل تمكين وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد بإنشاء فريق عمل يعنى بمتابعة الجهود القائمة من قبل المؤسسات المعنية لمخرجات المجال التعليمي والعملي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر